شو صار اليوم من 8 الصباح ل 8 المسا لليوم الثاني عم يتصدى حزب الله لمحاولات التسلل الإسرائيلية بالجنود أول محاولة كانت عبوابة فاطمة وفشلت وبعدين بمرون الراس صار في كامينان وأعلن الحزب أنه فجر أربع عبوات على الأقل طر الجيش الإسرائيلي ينقل قتله وجرحه بمروحيات الإجلاء من دون ما يعترف بالخسائر وطرك وراد ببابة بكفركلة تم التحذير أنه ممكن تكون مفخخة استشهد عسكريان من الجيش اللبناني اليوم الأول باستهداف موكب من الجيش والصليب الأحمر بمهمة إنقاذ وإخلاق بالطيبة والتاني باعتداء إسرائيلي على نقطة للجيش ببنت جبال كشف اليوم حجم المجزرة اللي ارتكبت طيران الإسرائيلي بالبشورة مبارح وارتفعت حصيلة الشهدة للتسع مسعفين من الهيئة الصحية الإسلامية وزير الصحة عمل مؤتمر صحفي وأعلن حصيلت الشهدة من الثمانية الشهرين الأول لليوم وصلت لألف وتسعمية وأربعة وسبعين شهيد بالإضافة لتسعة تلاف وتلتمية وأربعة وتمانين جريح ومن وقت توسيع العدوان قتلت إسرائيل أربعين شخص من فلأ الإسعاف اليوم أصفت إسرائيل قضاء علي لأول مرة واستهدفت بيت بكيفون وأصفت المعيسرة بكسروان وارتكبت مجزرة بأرنون استشهد فيها ثلاث أشخاص والظهر غارة إسرائيلية دمرت مركز العلاقات الإعلامية لحزب الله بمعوض بالضاحية الجنوبية لبيروت